تقارير مجلس المياه العالمي تعتقد أنه إذا لم يتم التدخل فسوف ينتقل الوضع من سيء إلى أسوأ ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الضغط الديمغرافي القوي والتوسع الحضاري السريع والأنشطة الصناعية الملوثة ويوفر منتدى المياه العالم التاسع هذا فرصة لدق ناقوس الخطر بشأن خطورة الوضع المنتدى التاسع للمياه الذي تحتضنه العاصمة السينيغالية الدكار فتح النقاش حول مخاطر شح المياه في العالم وفي إفريق على وجه الخصوص وقدم عديد الحلول التكنولوجيا والمساهمة الرقمية لن تكونا كافيتين يجب علينا الابتكار والابتكار دائما تحسين أسليب الضخ والنقل والتحلية وإعادة تدوير وزيادة كميات المياه المتاحة ولكن يجب علينا أيضا تقليل استخدامنا للمياه وتغيير عاداتنا وسلوكياتنا وفقط في هذه الحالة سنتمكن من توفير الماء للإنسان وكذلك للطبيعة هذه النقاشات تتزامن مع اليوم العالمي للمياه وذلك وفق إشكالية توفير المياه اللازمة للزراعة حيث تكلف المتطلبات الغذائية اليومية للشخص الواحد نحو ثلاثة آلاف لتر في حين يحتاج الفرد الواحد لترين من الماء يوميا وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في عام 2020 تعذر على ملياري شخص الحصول على المياه العذبة في منازلهم